أتذكر حادثتين هنا الأولى كانت في الكويت بعيدة سقوط صدام نحن كنا من أوائل من نزل العراق لتفقد الأوضاع ولمساعدة الإخوة المؤمنين هناك في إعادة بناء الكيانات الدعوية الشيعية بمقدار استطاعتنا في هيئة الخدام فشكلنا وفدًا من أعضاء الهيئة لكي ينطلقوا إلى العراق ويمارسوا تلك الأدوار والمهام في الأسابيع الأولى من سقوط النظام أتذكر أن أحد الإخوة الأعضاء آنذاك يعني منتسب للهيئة في آخر اللحظات قال للجمع الذي يتوجه إلى العراق قال اعذروني أنا لا أستطيع الذهب لماذا؟ قال ضغوط من الأهل أنه إلى هنا الأمور بعد خلص كافي لا تروح مهما حاول معه الإخوة أنه هذا واجب مقدس خاصة أنه هو هوك سبحان الله هو بالذات ما سبق له أن زار الحسين عليه السلام ولا إما المعصومين صلوات الله عليهم في العراق يعني فرصة كانت بالنسبة إليه يفترض أن تكون ذهبية لا تضيع لكن سبحان الله حتى في هذا الأمر الذي يعتبر يسيرا ما استطاع أن يواجه الضغوط ضغوط الأهل ضغوط العشيرة ضغوط الأقرباء الحادثة الثانية لعلها أتعس من تلك هذه وقعت هنا قبيل انطلاقة قناة فدك كان الإخوة كما تعلمون يحضرون برامج يسجلونها لكي تبث في القناة حين تنطلق واستمرت تلك التحضيرات سنتين أكثر أقل ما أذكر الآن وصرف فيها جهد وصرف فيها مال من الإخوة المتبرعين كل هذا الجهد كل هذا المال تخيل أن أحدهم بسبب عدم قدرته على مواجهة ضغوط أقربائه أذهب كل هذا الجهد كل هذا المال الهباء من ثوره بلغني من الإخوة أنه فلان ممن سجل الحلقات والحلقات على أساسي سوي لبرنامج معين والمشكلة أنه بعدما سجل أيضاً طلب إعادة التسجيل من الصفر قال يعني ما كنتم أدي دوري بشكل جيد الإخوة هم مرة أخرى من البداية هم سجلوا له عشرات الحلقات صرف فيها جهد يعني حقيقة صرف فيها مال كذلك وإذا الآن القناء انطلقت في الأيام الأولى وإذا بي أسمع من الأخوة أنه هذا البرنامج إحنا مضطرين لقطعه ما أدري حلقة حلقتين بثوا وخلص ما نقدر سألت شن الموضوع قالوا والله فلان قال أرجوكم وقفوا الحلقات مالتي لا تعرضوها بعد ليش بصريح العبارة يقول يقول شافوني أهلي بالتلفزيون وعشيرتي بالعراق وكذا وقالوا لي إذا تستمر ترى هكذا يصير وهكذا يصير وهكذا يصير تلفوني ما يسكت كل شوية يخابروني كل شوية كذا وين ما روح يهاجموني كذا ليش طالع بهالقناة ليش جاي مع ذولة أنت راح تورطنا راح يذبحوننا راح يجون الإرهابيين على بيوتنا يقتلون بسببك أنت إحنا عندنا ارتباطات مع جهات مرجعية تيارية حزبية انتباطات حتى داخلين بالحكومة انتهى الشكل راح تورطنا عندنا أهل بالكويت كل هذا الكلام قائلي له وممكن يتعرضون للمشاكل الباشرة صماني قدر روح لكويت ما تروحوا لكويت شنو أكوة إمام معصوم بالكويت إلا تروحوا تزورونا مثلا ضغوط مكثفة مورسة علي فأنا ما أقدر أرجوكم إلغوا البرنامج أنا لما بلغني هذا الأمر تتعلمون أنا عادة لا أهتم واللي هم ما عند الشجاعة الكافية والكفاءة للاستمرار والصمود في هذا المنهج ولا أسأل عنه معروف عني هذا الشيء ولكني تأسفت أنه تجد رجلا يقول أنا رجل هكذا يخسر لا أقول إيمانه يخسر الامتحان الإلهي يخسر رجولته أنت تنطي كلمة وأنت تدري من الأصل أنه هذه منهجية مو كسائر المنهجيات أن هذا طريق ذات الشوكة هذا إحنا هنا ما جايين نلعب تر إحنا ما جايين ننظيف مجرد رقم لما أدري القنوات والهيئات والجهات الدينية إحنا مو رقم كمي كيف إحنا عندنا منهجية خاصة فيها مواجهات فيها مصادمات أمر بمعروف نهي عن منكر إسقاط للظلمة إسقاط لرموز النفاق تطهير عقيدة الناس إعادة برمجة عقلية الناس بما يوافق الكتابة والعترة هذه الأمور مو لعب أطفال هذه هذه فيها من البداية أنت تدري هذا الشيء أنت جاي على أساس منهجية خاصة جاي إلى عالم أبي ذر أنت لازم توطن نفسك على تحمل الذي تحمله أبو ذر مو أنه أنت جاي من طيك والله ما أدري منصب شرفي أو مثلا وظيفة وجاهية مثلا مثل كثير من الكيانات الإسلامية بين قوسين وجاهات شرفيات إحنا خدام أهل البيت عليهم السلام مثلا لا أكثر من هذا لا أبدا هنا درب التضحية كيف بعدما تعطي كلمة تتراجع عنها بمجرد ضغوط هاتفية ضغوط هاتفية موعب حتى هذا الأمر ما تستطيع أن تواجهه وتصمد لأجله إذن لا عجب أن مولانا وسيدنا صاحب الأمر عليه السلام لا يظهر إذا كان الشيعته ما يستطعون مواجهة حتى الضغوط الهاتفية من الأقرباء فأي شيء يواجهون حين يظهر صاحب الأمر عليه السلام الإمام حين يظهر يعني فتح باب مواجهات لا حصر له حروب تقع هؤلاء قد تجدهم من أوائل الفرارين الذين تحدثت عنهم الروايات أنهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة يفشلون ويجبنون ويرجعون عن مناصرة صاحب الأمر عليه السلام ومما يواجهونه به ويرفعونه كسلاح مصوب إلى صاحب الأمر عليه السلام سلاح التقية يقولون له ارجع إنما نتقي